لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها مبتسما والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها وزميله في العمل فاتحه برغبته في الزواج منها وأخبرها أنه سعد جدا بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الخطيب الأول تزوج تاجر عطور من فتاة كان يتمناها لأخلاقها ونسبها الأصيل وقد ظلت علاقة الود بينهما لأكثر من خمس سنوات وبعد السنوات الخمس طلبت الزوجة من زوجها أن يفتح لها صفحة لتتعلم الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاتفها فلب الزوج طلبها وتم فتح صفحة بإسم وهمي لها وكان يتواصل من خلالها معها ومنذ ذلك اليوم بدأت الزوجة تتكاسل عن صلاتها وأذكارها لقضائها معظم الوقت في الدردشة عبر الفيس وغيره وفي يوم تركت زوجته صفحتها أونلاين أثناء دخولها المطبخ ففوجئ الزوج بأن زوجته تتحدث مع خطيبها السابق عن غرامها معه في الجامعة وأنها كانت تتمنى الزواج به لكن نصيبها قادها لزوجها الحالي الذي ارتبطت به بأمر والدها وأمها بعد فسخ خطبتها منه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما اشتكت غياب زوجها عنها كونه يقضي أغلب وقته في المحل ولا يعطي لها وقتا كافيا بعدما اكتشف الزوج أن زوجته تتواصل مع خطيبها السابق عبر الفيسبوك قال لزوجته إن الله ستر عليك مدة طويلة فكان ينبغي أن تنهي هذه الحوارات ولو كنت تحافظين على صلاتك لحدث لك حياء من الله وأنت تقفين أمامه خمس مرات يوميا وما كنت تماديت في معصيته وهو الذي سترك مرات كثيرة لقد اعتبر الزوج ما حدث بين زوجته وخطيبها السابق خيانة زوجية حيث أن الخلوة شرعا لا تجوز وحديث الفيسبوك يعتبر خلوة وكان عليها أن تخاف الله الذي يرى ويسمع وهو قائم على كل نفس بما كسبت فما كان منه سوى تطليقها رغم أن لديه طفلا منها فكم من علاقة أفسدت وكم من عائلة تحطمت بسبب الخيانة عبر الإنترنت ليصبح اليوم السبب الرئيسي للطلاق حول العالم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادرة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغثني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام الصيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدلية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدلية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبكى الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لابد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لإسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقر بما سبق وأن الولادة لابد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولابد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ تزوجت فلاحة بسيطة اسمها مبروكة خفاجي من فلاح بسيط كان يعمل بالأجرة واسمه إبراهيم عطا وبسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجته قام بتطليقها رغم أنها كانت حاملاً في الشهور الأخيرة وبعد الطلاق انتقلت مبروكة مع والدتها وأخيها إلى الإسكندرية وأنجبت ابنها علي إبراهيم وقررت أن تفعل كل ما بوسعها لتربيته وتعليمه على أحسن وجه ورغم أنه كان لدى هذه السيدة الأصيلة مئة سبب وسبب لتندب حظها وتشكو للناس وتكره كل الرجال وتقوم بتسريح طفلها ليبيع مناديل في الإشارات أو يتسول في الشارع إلا أنها لم تفعل أي من هذه الأشياء بل استعانت بالله عز وجل وتوكلت عليه وقامت ببيع الجبن في شوارع الإسكندرية وأدخلت ولدها علي مدرسة رأس التين الأميرية وبعد أن نجح علي وحصل على الإبتدائية جاء والده إلى الإسكندرية ليأخذه ويقوم بتوظيفه بالشهادة الإبتدائية لكن الأمة كان حلمها أكبر بكثير من الوظيفة لذلك قامت بتهريبه من سطح بيتها إلى سطح البيت المجاور وهربت به إلى القاهرة وهناك أدخلته المدرسة الخيديوية في درب الجماميز وكلما أراد من حولها إحباطها بأنها لن تستطيع تحقيق حلمها كانت تبتسم بثقة كبيرة وتقول لهم من يستعم بالله ويحسن التوكل عليه يتحقق له المعجزات وكل ما أراد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولتحقيق أملها عملت لدى أسرة ثرية لتستطيع أن تنفق على تعليم ولدها وبالفعل تفوق علي في دراسته واستطاع دخول مدرسة الطب عام 1897 وتخرج منها عام 1901 وبعد 15 عاما مرض السلطان حسين كامل بالسرطان واحتر الأطباء في مرضه حتى اقترح العالم البيولوجي الدكتور عثمان غالب على السلطان اسم الدكتور علي إبراهيم فوافق السلطان على استدعائه وبفضل من الله استطاع الدكتور علي علاجه بعدما أجر له جراحة خطيرة وناجحة فقام السلطان بتعيينه جراحا استشاريا للحضرة العلية السلطانية وطبيبا خاصا للسلطان ومنحه رتبة الباكوية في عام 1922 ثم منحه الملك فؤاد الأول رتبة الباشوية وفي عام 1929 تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم ليكون أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول وفي عام 1940 تم تعيينه وزيرا للصحة وفي نفس العام أسس علي باشا نقابة الأطباء وأصبح أول نقيب للأطباء في تاريخها لقد استطاعت هذه الفلاحة الأمية المطلقة أن تحقق ما لا يستطيع تحقيقه أعظم الرجال استطاعت تحقيق هذا الحلم المستحيل باستعانتها بالله دائما في كل الأمور وكان الله دائما معها في قصة كفاحها التي تستحق أن نطلق عليها المعجزة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون